روح الجماعة والاحترام والضيافة جمع الأمريكيون والسودانيون في أفطار رمضاني دعا له هذا الرجل أفراد السفارة الأمريكية وكعدتهم لبوا الدعوة واستجابوا له ووفدوا إليه وجدان وجماعات تجسيدا للقيم المشتركة بين شعبي البلدين على حد سواء وبمقياس العلاقات الإنسانية تتبدد الحدود وعناصر النجاح ومن ثم الامتداد إلى فضاءات أخرى لمبادئ التواصل الزيارة لها مدلولات إنسانية واسعة في شهر كشهر رمضان المعظم هذا الشهر حتى نحن كسودانيين بنتلاقى فيه أكثر مما نتلاقى في باقية الشهر ورغم أن المشوار بعيد وهم تكبدوا المشاق ولبوا هذه الدعوة أو شرفون بهذه الزيارة ونحن حقيقة ما عارفين نشكرهم كيف لأنه أصلا عندنا في العرفة السودانية الذي يزورك يكون غدم لك كل ما عنده معاني التلاقي والوئام تمثلت في هذا المنزل حيث تلذذ الجميع بنكهة مشروب الأبري ومذاقه المعتق وطعم لقمة العصيدة سيدة المائدة الرمضانية في السودان استمدت هذه الجلسة عن فوان أريحيتها كملمح اجتماعي توحدت فيه وجدانيات السودانيين والأمريكيين على بساط جلسة إفطار رمضاني واليجيئة الثناء والتعبير من السودانيين لرسل التواصل الأمريكيين بهذه الزيارة بلا مواربة نحن سعيدين بزيارة وفد السفارة الأمريكية لأنها في دارنا وفي الزاوية والتواصل بين الشعوب نحن سعيدين جدا أنهم زارونا في بيتنا المتواضع إن شاء الله الزيارة تجدت كل سنة وسنة لم تكن مسافة التلاقي بعيدة أصلا بين الشعبين الأمريكي والسوداني على اختلاف ألوانهم ودياناتهم وثقافاتهم وهذا ما يمكن قراءته ولو من وراء تناولهم هنا لوجبة طعام يبدو أنهم استمتعوا بمذاقها وقبل ذلك اهتمامهم بفكرة الحوار المباشر شكرا جزيلا لهذه الفرصة السيدة لنيزوركم في المنزلتكم لنقل التعامل التقليدي السوداني ونتصالف شوية عن الحياة في هذه الفترة المباركة ثقافة التواصل التي تنتجها السفارة الأمريكية في الخرطوم تشكل مساحة للتلاقي الوجداني بين الشعبين في كل مناسبة تمهدوا لتفعيل التلاقع الحضاري وتطوير مهارات اتصالات كما يقر السيد كيث الذي آثر أن يرتدي أزي السوداني لبينا الدعوة التي قدمها لنا محمد المكتبة واستمتعنا بهذا التجمع الروحاني وحضرنا الصلاة على الشعبين أن يتعرفوا على بعضهم البعض لذا سنخرج لمقابلة الشعب السوداني ونأمل أن يأتوا إلينا ولنفهم بعضنا البعض أكثر فأكثر ونتبادل الفكر والثقافة وهذا ليس فقط في رمضان ولكن لرمضان تمييزه وخصوصيته ما تقوم به السفارة الأمريكية من المشاركات في الشارع السوداني يخلق مزيدا من التفاهم والتقارب وتكرار مثل هذه اللقاءات تفرد مساحة للتشاور والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتسهم في زيادة القدرة على التكيف مع أفكار الآخر ترجمة نانسي قنقر